موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اقتصاد اللي ينسلط من خلالها الضوء على أبرز المنجزات والتطورات اللي يشهدها اقتصادنا الوطني في بلادنا قطر تعتبر جزيرة القطيفان الشمالية بمثابة الواجهة البحرية المميزة لمدينة لوسيل تتمتع بتوافر سبعة شواطئ ذات طبيعة متفردة من شأنها ترسيخ مكان الدولة قطر كوجهة سياحية وترفيهية عالمية وتصل مساحة الجزيرة لنحو 1.3 مليون متر مربع فيما تمتد المشاريع المزمع إقامتها فيها على مساحة تقدر بنحو 830 ألف متر مربع للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن مستقبل هذه الجزيرة وطبيعة المشاريع القادمة والقائمة بإذن الله والمتظرة في جزيرة قطيفان يطيب لنا إضافة سعاد الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني ناب رئيس مجلس إدارة شركة كتار الضيافة والمدير العام والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع بن عبد الرحمن مستقبله بخير ونراحب فيك في برامة في البداية أبو عبد الرحمن دعنا نتحدث بشكل عام عن الحاجة التي استدعت بشكل أساسي ومهم للاستثمار في جزيرة قطيفان الشمالية وتحويلها لوجهة استثمارية سياحية ترفيهية ستكون بإذن الله أحد الروافد الأساسية لبلادنا قطر في المستقبل في هذا القطع صحيح إن شاء الله بالنسبة حق مشروع جزيرة قطيفان هي أسست على تكوين وجهة سياحية من الفئة الأولى في قطر وبدت بفكرة المدينة المائية وتم تسكين المدينة المائية في جزيرة قطيفان الشمالية وبعد ما حددنا منطقة المدينة المائية قررنا نبني دائر ما دارها المكملات للمشروع عشان يعطيها طابع المشروع نفسه فبدأنا بإنشاء فندق يخدم على المدينة المائية وبعدها تطوير مناطق سكنية وترفيهية أخرى في الجزيرة على أساس نكملها وتصير جزيرة متكاملة من ضمنها الحديقة ورح يكون فيها نهر قاطع الجزيرة من النص والسكان طبعا رح يحتاجون إلى مرافق أخرى فوفرنا لهم مدرسة ووفرنا لهم مستشفى على أساس يوفي بالمتطلبات اللي رح تكون موجودة معهم إضافة إلى ذلك رح يكون عندنا موضوع المحلات التجارية والمطاعم اللي كل واحدة فيهم متميزة بذاتها ولها موقعها وطابعها المتميز نعم سعى الشيخ ناصر دعنا نتحدث عن نوعية المباني المستقبلية اللي راح تكون في مدينة قطيفان الشمالية هل ستتضمن وحدات سكنية بالإضافة إلى المتاجر والفنادق أيضا اللي راح تكون رافد من روافد السياحة في هذه الجزيرة؟ صحيح مثل ما قلت لك أنا الجزيرة راح تكون جزيرة متكاملة للسكن والترفيه في نفس الوقت راح يكون عندنا 3700 شقة تقريبا اللي مدروسة و 145 فيلا راح تكون موجودة للسكن إضافة إلى ذلك عندنا المتاجر موزعة على ثلاثة أماكن متفرقة واحدة منها احنا مسوينها مثل مركز المدينة اللي راح تكون على النهر نفسه و راح يكون فيها احتفالات و راح يكون فيها بعض الفعاليات و الأنشطة المتفرقة اللي راح تكون في المنطقة هذه جميل إضافة إلى ذلك عندنا على ممشى المرينة أو النفس كرنيشي اللي موجود عندنا في الجزيرة راح يكون في بعض مطاعم و محلات متفرقة بطابع متميز و شكل جديد مش موجود عندنا في قطر حاليا نعم نعم بو عبد الرحمن أنت تحدث عن نقطة جدا مهمة موضوع الفعاليات نعم يعني أتوقع من أهم الأشياء اللي تكون موجودة يعني استمرار وتفعيل جانب الفعاليات التي راح تقام مثل الأحداث العالمية التي تجذب من الخارج و تكون هذه المنطقة جاذب سياحي و إحنا مقبلين مع عبد الرحمن يعني على أحداث كبيرة على مستوى الدولة عندنا كأس العالم عندنا غيرها من الأحداث المهمة مهم يكون عندنا مكان يستقطب هذه الأحداث الكبيرة شوز عالمية أمور كثيرة توجهكم في هذا الجانب أخوين وصف طبعا نحن شغلين على جهتين في موضوع كاس العالم هذا موضوع مهم جدا للدولة نعم و إحنا على تواصل مع لجنة الإرث حاليا على أساس أن نحط منطقة خاصة للمشجعين يجون فيها راح يكون فيها مناطق سكنية متفرقة جميل جزائد راح يكون فيها عرض لمباريات كاس العالم هذا بالناحية الفعاليات الحالية اللي احنا مخططين لها لكن احنا كجزيرة نبغي نستقطب أكبر عدد من الزوار و نحط خلنا نقول ركائز للترفيه موجودة في الدوحة مش موجودة حاليا في الدوحة نبغي نحطها مثلا أنت اليوم في قطر ما عندك مكان معين الواحد يروح له يوميا في الساعة الفلانية و يحضر شو معين شو معين أو يحضر مسير معين للمراكب أو مسير أو مثل ما تقول بعد عرض إضاءة أو عرض صوت وما لذلك هي تكون فيها فعاليات مختلفة عوقات سنة مش دائما بالضبط فإحنا في مركز المدينة راح يكون فيه فعالية شبه دائمة طوال السنة على أساس الواحد يريد يروح لها يقعد في مطعم يتسوق و في نفس الوقت لما يجي وقت العرض يوقف و يتفرج عليه جميل زائد راح يكون فيه ساحة للعروض المتفرقة أو الفلاوقات المتفرقة هذا كمركز المدينة و عندنا طبعا المدينة المائية راح يكون فيها عروض خاصة فيها و اللي راح تنفذ بعد بصفة دورية يعني على نعم اللي راح يشغل العاب ترفيه أو غيرها من الأمور هي ريكسوس تقريبا طبعا شركة ريكسوس تعتبر من أفضل الشركات السياحية الناشئة و هي تم استحواذ عليها من أكور اللي هي من أكبر شركات في العالم في نظام الفندقة احنا احنا اشتغلنا على أكثر من مشغل و قعدنا معاهم و تفاوضنا معاهم كانوا ريكسوس طلعوا بشكل متميز جدا خاصة في قطاع الترفيه جميعا فلما دخلنا بالتعاون تعاوننا معاهم تعاوننا معاهم في الفندق اللي عندنا 350 غرفة وتعاوننا معاهم في تشغيل المدينة المائية بخبراتهم الكبيرة في المدن المائية هما يملكون تقريبا مدينة 2 مائتين كشركة ريكسوس زائد فكرة الداونتاون أو مركز المدينة هذا كانت من عندهم هم اللي قالوا أن بالإضافة إلى المدينة المائية أنت تحتاج نشاط معين لما يطلعون الناس من المدينة المائية يرحل أنهم يمشون يدخلون في محل معين يقضون في بعض الوقت لما يطلعون يروحون سيارتهم زائد أن يكون في عرض يومي يحيي المدينة والعرض مش بس لزوار المدينة المائية العرض راح يكون حتى لسكان المنطقة سكان المدينة وفي نفس الوقت للعوام لأن الجزيرة راح تكون جزيرة مفتوحة جميل جميل هذا الشيء يتوقع يمكن محتاجين خلال هالفترة أبو عبد الرحمن لأن اختلاف الجنسيات الموجودين في قطار واختلاف الثقافات مهم منه يتم في فعاليات موجودة بشكل مستمر حتى يتم يعني تواجدهم وقضاء جزء مهم من أي حياة أي شخص وهو موضوع الترفيه عندنا دعونا نتحدث عن كلفة عمليات التطوير وإنشاء البنية التحتية حق المدينة نحن نتكلم عن يعني جزيرة طيفان الشمالية على مستوى ضخم جدا وعلى مساحة جدا كبيرة وعن العمليات هذه وأيضا قبل الشروع في استخدام الاستثمارات أخوية بعد رحمة طبعا بالنسبة حق مدينة حق شركة لك طيفان نحن تؤسس الشركة على أسس تجارية فأحنا لما جئنا ندرس تكاليف وتطوير الجزيرة درسناها بطابع تجاري وبدأنا في الاستثمار في الأساسيات اللي هي المرحلة الأولى رح تتكون من البنية التحتية الحديقة المائية الفندق بالإضافة إلى الحديقة الوسطية رح تقطع الجزيرة هذه الثلاث ركائز الأساسية هي اللي رح تجيب المستثمرين اللي احنا متوقعين هم اللي يجون يشترون في الجزيرة يشترون أما في الأبراج السكنية أو في المنازل أو حتى تطوير المدرسة والمستشفى اللي رح يكون موجود أو حتى قطاع التجزئة اللي يمكن يدخل معاكم طبعا قطاع التجزئة رح يكون أما زبون لنا أو زبون للمطور لأن في الأخير احنا ما تبغي أن تتنافس المطور على أرضك وفي الأخير هو يخسر أنت أي واحد يجيك لازم يكون يطلع بمنتج جميل احنا ساعدناهم في تشكيل المباني وفي تصاميم المباني مثل ما تكلمنا قبل المباني الحديثة تقريبا 99% من جميع الشقق اللي رح تبنى في جزيرة لك طيفان رح تكون رح يكون نون أبروس يعني رح تكون المناظر اللي رح يشوفها الساكن من أي دريشة من دريش المبنى مش محجوبة بأي مبنى جميل يعني احنا حتى الشقق بدناها بطريقة أن المباني التجارية رح تكون على أربع أدوار والمباني السكنية رح تبدأ من الدور الرابع وفوق من الخامس وفوق أربع أدوار بتكون مواقف ما في مواقف تحت الأرض صحيح فهذا رح تشجع المستثمر أنه يدخل لأن كل شقة ببيعها أو كل شقة بيأجرها رح تكون بطبع متميز ورح يكون لها فيو متميز صح وجود النهر قاطع الجزيرة أصلا من النص رح يخلي حتى الشقق اللي مطلة على الخلف مطلة على حديقة وعلى نهر صح المدرسة حديقة المدرسة رح يكون بشبك على حديقة وعلى نهر يعني جميل ما عندنا قطعة في الجزيرة رح يكون لها منظر مش جديد يعني تم دراسة الموضوع هذا من كل الجوانب بإذن الواحد لحظة وإحنا متوقعين تقريبا الاستثمارات رجعت من سؤالك الاستثمارات رح يتم استثمارها من قبل المستثمرين ومن قبلنا رح تتجاوز 17 مليار ريال إن شاء الله مع تمام المشروع وطبعا عبد الرحمن تكلمنا قبل الحلقة بيكون على مراحل إيه أكيد ما المراحل أو ما التوجه الموجود ضمن المرحلة الأولى وبعدها من إنجاز هذه المراحل طبعا من الحين إلى كاس العالم إن شاء الله رح يكون منجزين للمرحلة الأولى المرحلة الأولى مكون من 350 غرفة زائد الحديقة الوسطية مع النهار اللي رح يكون موجود وعندنا نادي شاطع شغالين عليها الحين بدل إن شاء الله بكرة رح نضرب الأرض من شاء الله الله يتسكم النادي الشاطع هذا رح يكون هو المركز التسويقي زائد رح يكون أول تجربة للناس في مشروع شنو فكرتها بعبد الرحمن نادي الشاطع أولا مثل ما أنت شرحت نحن عندنا سبع شواطي متفرقة في الجزيرة ولكن ما عندك ولا شاطع خدمي مفتوح للعامة قريب من المدينة أو قريب من الوسطية صح فهذا رح يكون أول شاطع مفتوح مفتوح للعامة بيكون فيها مطعم بيكون فيها صارت العرض للمشروع نفسه وتسويق للمشروع وفي نفس الوقت رح يكون فيها الخدمات المطلوبة لناس يستمتعون في الحياة البحرية جميل والمشروع هذا إن شاء الله رح يخلص وإذا خلص رح يكون أول انطباع أو أول مدخل للناس أنهم يستكشفون المشروع فهذه المرحلة الأولى قلنا نادي الشاطع الحديقة الحديقة المائية والفندق بنخلص المرحلة الأولى إن شاء الله ويكون داير مدارها أو حوالينها في باقي المناطق رح يكون منوضوع قرية المشجعين لكاس العالم بعد كاس العالم رح يتم تطوير عندنا الـ 145 فيلا وعندنا 3700 وحدة سكنية مع المحلات التجارية اللي رح تكون موجودة جميل ننتواصل معك أخوية أبو عبد الرحمن لكن بروح معكم مع مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير ونرجع نتابع حوارنا اللي نتحدث فيه عن جزيرة إكتفان الشمالية مشروع شيغ مشروع جميل مشروع سياحي أتوقع رح يكون إضافة لأنه بإذن الله في المستقبل القريب في قطار فاصل وأنا واصل حياكم الله مشاهدين الكرام متواصل معكم في برنامج اقتصاد وحديثنا اليوم عن واحد من المشاريع السياحية المهمة واللي أكيد رح يكون لها تواجد خلال الفترة القادمة بإذن الله وتكون جاذبة للسياحة والترفيه في بلادنا قطر وهي جزيرة الإكتفان الشمالية ونرجع مع سعد الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الثاني المدير العام والعذر المنتدب لشركة الإكتفان للمشاريع بعبد الرحمن ربما تكلمنا قبل الفاصل عن ما هي هذه الجزيرة والهدف منها والمشاريع الكبير اللي رح يكون فيها القطاعات الإلعاب المائية اللي رح تكون موجودة الحديقة والفندق اللي رح يضم قرابة 350 غرفة والشواطئ اللي رح تكون موجودة هناك إن شاء الله على البحر بإذن الله دعنا نتحدث عن جانب آخر تحدث أيضا عن المرحلة الأولى إنها رح تكون قبل كأس العالم تنتهي إن شاء الله مع نهاية 2021 أو بداية 2022 لكن دعنا نتحدث عن اكتمال المشاريع اللي على الجزيرة ما تم المتوقع أن يتم استكمال هذه المشاريع وبدء يعني طرحها للناس في المستقبل طبعا بالنسبة للمشاريع الباقية رح تأخذ وقت بعد كأس العالم يعني كل المستثمر رح يجي رح يشتري قطعة الأرض رح يكون عنده فترة لتطوير التصاميم وبعدها رح يكون فترة لإنشاء المشروع نفسه رح يكون رح تكون متفرغة على وقات متفرقة فأحنا متوقعين المشروع يأخذ عشر سنين من بدايتها اللي احنا نتكلم من شركة طيفان تم تأسيسها 2017 شهر عشرة وعشر سنين إلى 2027 إن شاء الله يكون تملة الجزيرة بكل المباني رح تكون موجودة فيها بالنسبة حق طرح المشاريع للسوق نحن مبدئيا ما طرحنا شيء من المشروع هذا ولكن في طور دراسة أن نطرح شهر عشرة في سيتيسكيب إلى الحين الأجزاء رح يتم طرحها وكيف رح يتم طرحها إلى مثل ما شرحت قبله شوي في عندنا 140 فيلا رح يتم في طور دراسة طرح جزء من 140 فيلا اللي رح تكون فيلا السكنية الخاصة إضافة إلى ذلك رح يكون في عندنا عماير سكنية ومحلات تجارية للبيع ولكن الآلية والوقت يعني مثل ما قلت لك متوقعين شهر عشرة ولكن الله أعلم طبيعة استثمارات بعبد الرحمن اللي بدت في التدفق الآن في الجزيرة وبدت على يدها خلال هذه الفترة طبعا الاستثمارات الحالية استثماراتنا نحن في الجزيرة لأن أنت أول ما تبني أي مشروع لازم تبني الركاز الأساسية اللي تدعم المشروع والمشاريع اللي رح تيجي على الجزيرة نفسها فبناء المرحلة الأولى رح يحفز المستثمر اللي يدخل لأن رح يكون فيه ركيزة يعتمد عليها لاستقطاب حتى العملاء اللي رح يدخلون عندها فهذه هي الأساسيات لو تحدثنا عن موضوع آخر يمكن شركة طيفان كيف من الممكن أن تستفيد من خبرات كتار يعني طبعا نحن استفدنا يعني وجود كتار للضيافة كأكبر مشغل ومالك للفنادق والمنتجعات في قطر وخبراتهم اللي تأست من 82 أو من 83 قبل كونها شركة قطر للفنادق خبرة كبيرة خاصة في مجال الفندقة والسياحة والترفيه فاستغلينا لأن طلعت علينا مجانية لكن استغلينا خبراتهم في بداية المشروع خاصة في الدراسات وفي دراسات الجدوى وبعدها استفدنا منهم كثير في موضوع اختيار المشغل يعني هم اللي ساعدونا في تصفية المشغلين إلى خمس مشغلين اللي نجح من اللي نجح منهم ركسوس بعدين في نساعدونا في إنشاء التعاقدات والعقود اللي تم توقيعها مع ركسوس وفي نفس الوقت طبعا نستفيد احنا من خبراتهم يوميا بكوننا احنا واحدة من الشركات اللي تابع لهم في موضوع قطاع التجزئة أو في موضوع استقطاب المحلات ومتطلبات المستثمرين بعدين رحمان يمكن تكلمت أمن شوي عن موضوع توقيعكم اتفاقية مع شركة ركسوس وتواجدهم معكم خلال الفترة المقبلة في موضوع الفنادق وموضوع الحديقة المائية وبعض الأمور اللي راح يكون لهم تواجد فيها أهمية تواجد علامات مندقية عالمية في جزيرة ومشروع استثماري سياحي مدر للدخل بإذن الله في المستقبل لبلادنا قطر وما هو الإضافة اللي راح يضيف له هذا النوع من الشركات العالمية طبعا نحن عندنا ركسوس لما جو هذا أول دخول لهم في قطر وفي نفس الوقت راح نستفيد من شبكاتهم وخبراتهم والناس اللي هم يستقطبونهم سياحهم هم لأن شركات الفنادق العالمية في العادة عندهم محفظة من السياح اللي يجونهم كل سنة وهم اللي يعملون لهم التسويق ويستقطبونهم للبلد أكبر مثال على ذلك الحمد لله قدرنا مع التعاون مع ركسوس أن نجيب 26 شركة سياحية لقطر اللي تم التوقيع معهم مع هيئة السياحة ومع كتارة للضيافة ومع خطوط الجوية القطرية من فترة واللي وعدين أنهم يجيبون من مليون إلى ستة مليون ساح للقطر سنويا إن شاء الله هذا طلعناه من تعاملنا مع ركسوس يعني وجود ركسوس معانا كشريك قوي ومساند راح يساعدنا على فنادقنا المدينة المائية بالناس وفي نفس الوقت جذب السياح للدول صحي عدد الغرف المتوقع توفيرها في الجزيرة عبد الرحمن مبدعيا نحن اللي راح نبني 350 غرفة في الفندق وعندنا خطة مستقبلية لبناء 650 غرفة إضافية بعد بجوار المدينة المائية كمرحلة ثانية هذا وعندك تقريبا 300-700 شقة سكنية راح يكون في المشروع في المشروع نفسه بالإضافة لن ننسى أننا جزء من مشروع الوسيل ومشروع الوسيل مشروع عملاق وفي نفس الوقت اللي متوقع أنه يسكن فيه تقريبا 200 ألف نسمة كسكان دائمين في الجزيرة فهذا بعد يعتبر نحن نخدم عليهم صحيح أنا أتوقع عبد الرحمن المشاريع في الوسيل راح تكون مكملة لبعضها الآخر سواء في هذه الجزيرة أو حتى الجزر الأخرى المجاورة لجزيرة تايفان الشمالية وحتى في المشاريع الموجودة في مدينة الوسيل الجميل أنه يكون هناك تكامل بين المشاريع بحيث أنها تخدم في النهاية توجه الدولة والوصول برؤيتنا الوطنية 2030 بإذن الله دعنا نتحدث عن جانب آخر ما هو الشيء الذي يميز جزيرة تايفان الشمالية عبد الرحمن والشيء الذي تتوقع أنه يجعل هذه الجزيرة ملاذ آمن المستثمرين ومحفز لجذب المستثمرين والسياح في هذا المكان الجميل أنا أرجع النقطة التي قلتها قبل شوي أن جزيرة تايفان وكل مناطق الوسيل مكملة لبعضها حتى لما بدأنا في دراسة مكونات جزيرة الكتايفان كانت بالتعاون مع شركة الديار القطرية والوسيل جميل درسنا الأشياء التي يوفرونها في المدينة التي ستكون قريبة والأشياء النواقص التي موجودة لا أستطيع نسميها نواقص بس مجالات الإضافية التي نضيف فيها ونكمل فيها التي من خلالها طلعنا موضوع المدرسة من خلالها طلعنا موضوع المستشفى التي ستكون موجود في الجزيرة التي ستتقدم ليس فقط على جزيرتنا ولكن مثل ما ذكرت الثلاث جزر الجنوبية بالإضافة إلى منطقة الإيجار التي ستكون مباعد فيها مناطق سكنية الشقة بالإضافة إلى الووتر فرونت رزيدنشل التي موجود في الوسيل التي كلها عماير سكنية لها الشواطن موضوع الإضافة نحن طبعا جايبين فكرة جديدة وجايبين مشروع من المشاريع النادرة في قطر أو خلنا سميها بتكون من أول المشاريع اللي ستنزل في قطر اللي هي تعتبر أصلاً أولاً للعاب المائية بضبط تعتبر واجهة ترفيهية من الفئة الأولى نحن عندنا في قطر مولات عندنا في قطر محلات عندنا في قطر مدن ملاهي صغيرة داخل مجمعات تجارية ولكن ما عندنا مشروع كبير يدعم الترفية في قطر وهذا إن شاء الله رح يكون أول مشروع خلص صحيح بإذن الله بإذن الله أتمنى لكم التوفيق عبد الرحمن لو تحدثنا عن جانب آخر أخوي ناصر كيف من الممكن أن تساهم هذه الجزيرة جزيرة اللي قطيفان في تعزيز الجانب السياحي في الدولة والتعزيز أيضاً التكامل بين القطاع الخاص وأيضاً القطاع الحكومي خاصة بأننا نتحدث عن الدولة تساهم في جانب وأيضاً القطاع الخاص يساهم في جانب آخر لتنفيذ توجه الدولة في المستقبل نحن بالنسبة توجهات الدولة هي من ضمنها خلنا نسمي دعم القطاع السياحي والسائحة الأساس يجيك بيحتاج أشياء يسويها في البلد أنت اليوم السائحة يجي الدوحة يقعد من يومين ونص إلى ثلاثة أيام ونص تقريباً في البلد كمتوسط للزوار علشان ترفع الرقم هذا أنت بتحتاج تعطيه خيارات أخرى وبدائل أنه يقضي فيها وقت زيادة في الدولة وإحنا إن شاء الله راح يكون يوم زيادة بإذن الله بإذن الله إذا قدرنا ننجز هالشي بالنسبة حق التعاون مع القطاع الخاص أنت عندك المشغل يعتبر قطاع خاص أنت عندك كل اللي راح يخدمون على المشروع المطورين قطاع خاص بس لا ننسى اللي يبني المشروع قطاع خاص المقاولين الاستشاري اللي يبني المشروع قطاع خاص اللي يورد المواد للمشروع قطاع خاص زائد مشغلين محلات التجزئة رح يكونون من القطاع الخاص مشغل المدرسة ومشغل المستشفى فالكل يعني هي شبكة كبيرة وإحنا ما رح ندخل منافسين إحنا مطورين شغلتنا نطور الجزيرة نحط الضوابط والأسس الرئيسية والركائز اللي رح يتم تطوير الجزيرة على أساسها وبعدها القطاع الخاص هو اللي رح ينفذ وهو اللي رح يدير الموضوع حسنا نتمنى لكم كل التوفيق عجلنا يا عبد الرحمن قبل الختام إذا في رسالة وكريمة وديك توجهها من خلال برامج اقتصاد في الختام عن هذا المشروع اللي نتوقع بإذن الله أنه رح يكون إضافة في قطاع السياحة والترفيئة عندنا في قطر بإذن الواحد لاحد أننا نقدر نوفي في الموضوع ونخلصه في الوقت وندعم فيه الملف وبالنسبة للرسالة لا تنسونا وحن جايين إن شاء الله إن شاء الله قلتوا فيك سعر الشيخ ناصر عبد الرحمن الثاني المدير العام والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع ونالرئيس أيضا مجلس إدارة شركة كتار الضيافة شكرا لتواجزك وحضورك معنا في برنامج اقتصاد شكرا للمشاهدين الكرام متواصلين معكم في برنامج اقتصاد وحديثنا انتهى عن هذا المشروع الجميل والسياحي اللي رح يكون الإضافة بإذن الله في المستقبل عندنا في بلادنا قطر وسنتحدث عن موضوع آخر لكن بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل حياكم الله ومشاهدين الكرام من جديد في برنامج اقتصاد شهدت الدوحة مؤخرا أطلاق أكبر بنك إسلامي للطاقة في العالم ليكون بمثابة الوعاء المالي الكفيل بتنمية الاستثمارات المنبثقة عن قطاع الطاقة بأصنافها التقليدية أو المتجددة وجاء الإعلان عن تفاصيل هذا البنك البالغ رأس مالها المصرح به عشر مليارات دولار وذلك في فعاليات النسخة الأخيرة من مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن أهمية هذه المؤسسة وهذا البنك وتفاصيلها المحيطة بها يطيب لنا استضافة الدكتور محمد بن صالح المري رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة مساء الله برخير دكتور مرحبا الله يرحب بك بالرامج اقتصاد الله يرحب بك مرحبا في البداية دكتور دعنا نتحدث بشكل عام عن أهمية هذا البنك والدوافع التي أتت لإنشاء مثل هذا النوع الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى الطاقة على مستوى العالم أيضا أشكرك أستاذ صباحة الاستضافة نعم شكاية واجب وبالنسبة للبنك قبل ما نتكلم عن الدوافع لو ننتكلم عن ظروف غطر الحالية المالية والاقتصادية يتضح لنا أنه لن يكون حاجة غريبة نحن نطلق بنك بهذا الحجم في غطر نعم فالوضع الاقتصادي سواء المالي أو الاستقرار الاقتصادي في غطر حاليا خصوصا في ظل الظروف المحيطة يعني دافع رئيسي لأي ابتكار سواء في على مستوى الأفراد أو حتى مستوى الحكومات صحيح مصرفية كبيرة في غطر كان رئيس مجلس دارة مصر القطر الإسلامي والعضو المنتدب لفترة طويلة فهذه الأمور كانت دافع رئيسي لإطلاق مثل هذا البنك نعم كيف سيتم تغطية رأس مال البنك أخوي الدكتور محمد وأيضا من هي أبرز الجهات المتوقع أن تساهم في هذا الموضوع بإذن الله قريبا بالنسبة ل تغطية رأس مال البنك في الأساس هو مستثمرين من خارج غطر وكون يعني كون بنك الطاقة وهو بنك تحت تأسيس مصرح به من مركز غطل المال هذا يعطي مثل يعني ضوء أخضر للمستثمرين لتستثمار في هذا البنك وفي الأساس معظم المستثمرين بيكونون من خارج دولة غطر قد يكون هناك نسبة معينة سيتم تحديدها لاحقا للمستثمرين من داخل غطر لكن الغالبية والعظمى ستكون من المستثمرين من خارج غطر وهناك يعني التجامات وتعهدات من المستثمرين صحيح ويعني أبدو رغبتهم في الاستثمار في هذا البنك يعني تغريبا حسب يعني مع المعلومات اللي عندي تغريبا يعني تم تغطية الضعف رأس المال المدفور له 2 مليار ونص فضع في هذا المبلغ هناك التزامات وتعهدات لكن ما زلنا في إجراءات الحصول على الترخيص النهائي المركز غطر للمال وبعد ذلك إن شاء الله يعني يبدأ المستثمرين إن شاء الله متى من الممكن أن نشاهد ونتوقع دكتور انطلاق أعمال البنك بشكل رسمي وهل تم وضع الهيكل الإداري والمالي لهذا البنك والخطة الموجودة لهذه المؤسسة الضخمة متوقع إن شاء الله خلال الربع الأخير من هذا العام قد يكون في بداية شهر عشر أو على نهاية العام لكن حسب الخطة الموضوعة هناك لجان تعمل ليل النهار يعني العمل على يعني إنشاء هذا البنك حاليا والتعاون مع مركز غطر للمال لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإطلاق هذا البنك يوجد هيكل يعني إداري ويعني دراسة كاملة للوضع الإداري والهيكلي للبنك وإن شاء الله في إجراءات يعني تعيين مدير عام للبنك ومن هنا سينطلق إن شاء الله نعم عن الربع الأخير إن شاء الله أهمية يعني تواجد هذا البنك بنك الطاقة تحت مضلة مركز غطر للمال دلالة هذا الموضوع أهميتها دكتور دعنا نتحدث عن هذا مثل ما ذكرت يعني بنك الطاقة هو بنك تحت التأسيس يعمل تحت مضلة مركز غطر للمال وجوده تحت مضلة مركز غطر للمال يعطي ثقة للمستثمرين من خارج قطر ويعطي دعم للبنك خصوصا أن المستثمرين لن يستثمر في أي بيئة يعمل لكن بيئة البنك التي سيعمل فيها تحت مضلة مركز غطر للمال هي بيئة مستقرة التحاكم والتشريعات تحت مضلة مركز غطر للمال ليست محاكمة قطرية بمحاكمة بريطانية هذا يعطي ثقة للمستثمر ويعطي ثقل أيضا ويعطي ثقل بالضبط لأن أنا بستثمر في قطر لكن ما أبغي أن قطر تكون هي الخصم والحكم فيما لو كان هناك أي تناجع لا سمح الله فوجود مركز غطر للمال هذا يعطي ثقة للمستثمر أني أنا كأني لا أستثمر في قطر كأني أستثمر في بيئة يعني خارج قطر لكنها هي النائية موجودة في قطر سعي دكتور لو تحدثنا عن يعني عمليات البنك التي ستكون بإذن الله في المستقبل بعد ما يتم افتتاحها بشكل رسمي هل تكون أو ستختصر هذه العمليات على الطابع الإسلامي في بنك الطاقة أم لا الترخيص الذي حصل عليه البنك هو ترخيص لبنك إسلامي نعم فهو يتوافق مع يتوافق مع الشريعة الإسلامية وهناك لجنة شرعية للبنك نعم رئاسة دكتور الغرداغي وكل عملياتها ستكون إن شاء الله متوافقة مع الشريعة الإسلامية نعم دكتور متواصل معك مشاهدين الكرام دعونا نتعرف بشكل أكثر عن معلومات عامة عن بنك الطاقة ونشوفها معاكم في هذا التقرير نتابع عشر مليارات دولار رأس المال المصرح به مؤسسة مالية مرخصة من قبل مركز قطر للمال البنك ينبع من فكرة قطرية وبرأس مال عالمي توفير منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية طرح منتجات وخدمات مصرفية تدعم شركات الطاقة تقديم خدمات تمويلية والسشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة البنك يضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك تتشين مكاتب تمثيلية تابعة في عدد من عواصم الشرق الأوسط شاهدنا معاكم مشاهدين الكرام هذه المعلومات عن بنك دكتور شاهدنا واحدة من المعلومات التي يتحدث عنها هذا التقرير أنه سيكون هناك مكاتب متوزعة في مختلف المناطق عن مستوى الشرق الأوسط أهمية هذا الموضوع دكتور هو مثل مكاتب التمثيلية من حيث المبدأ سيكون هناك مكاتب تمثيلية لأنه بعض مثلا الاتحاد الأوروبي يكون هناك مكتب تمثيلي له شمال أفريقيا قد يكون هناك مكتب تمثيلي آسيا الوسطى قد يكون هناك مكتب تمثيلي وهذه الدول تقريبا فيها مجالات للطاقة سواء طاقة متجددة أو طاقة تقليدية فإلى الآن لم يتم تحديدها لكن من حيث المبدأ سيكون هناك مكاتب تمثيلية لتشهيل تمويل المشروعات هناك دكتور هل سيتكون هناك أولوية لتمويل المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة أم سيكون التمويل لجميع أصناف الطاقة عندكم في هذا البنك هو التمويل بشكل عام لجميع الطاقة يعني سواء طاقة تقليدية أو طاقة متجددة طاقة نظيفة كالغاز أو طاقة بترولية فلا يوجد تحديد معين أو اتجاه معين نعم وما هي الأولويات الموجودة عندكم في البنك على سبيل المثال هل ستحظى مشاريع الطاقة المحلية دكتور بأولوية لتمويل الطاقة هنا في دولة قطر أم سيكون هناك قدر من المساواة بين المشاريع المحلية والمشاريع العالمية خاصة أنك تحدث منذ قليل دكتور أنه سيكون هنا محكمين أيضا من على مستوى العالم وأيضا الرئيس المال سيكون متوزع بين دولة قطر ورئيس المال عالمي في هذا الموضوع دكتور هو بنك مثل ما ذكرت هو بنك عالمي فصحيح أنه مسجل مرخص مركز قطر للمال لكن كل عملياته وتمويلاته لجميع دول العالم لا يوجد أولوية معينة سواء لقطر أو غيرها من ناحية الاستثمار معظم الاستثمارين من خارج دولة قطر والمحرك الرئيسي هنا هو نوعية المشروع ومدى سواء قابليته أو مدى خطورته لا يوجد سواء في قطر أو غير قطر هذا هو تقريبا المحرك الرئيسي لتمويل المشروع هل في خطط في المستقبل دكتور موجودة لديكم في إدراج بنك قطر أو بنك الطاقة في بورسة قطر أو أي حتم أي من الأسهم العالمية دكتور من حيث الفكرة لا يوجد مانع لكن حاليا غير مطروح هذه الفكرة لكن مستقبلا على حسب تشريعات سوق قطر الأوراق المالية سينظر في الموضوع لاحقا نعم دكتور لو تحدثنا عن موضوع آخر نحن تحدثنا مع مشاهدين الكرام أن هذا البنك تم إطلاقه خلال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي في هذا المؤتمر تم إطلاق أول منصة إسلامية للتداول بالذهب في العالم دعنا نتحدث عن هذا الجانب دكتور هذه هي منصة الرقمية وهي الأي دينار وأيضا هناك أيضا بنك الذهب فهي تقريبا تتبع لنفس الشركاء شركة قاف وهي شركة قطرية بالإضافة إلى مستثمرين من ماليزيا نعم الفكرة للأمانة يعني تعتبر ثورة في عالم التعامل شكرا الفكرة منها دكتور الأي دينار هي يعني فكرة لخ خالد السويدي ما شاء الله يعني رجل مال وصراء ومصرفي مخضرا فلهذا الأفكار مثل هذه يعني ما شاء الله يعني دائما يعني يطلقها فالأي دينار فكرتها أنه يتم يعني هي يعني عملة رقمية يقابلها يعني كل واحد دينار يقابله واحد قرام من من الذهب فهي عملة مغطاة بالكامل بالذهب وسيكون هناك يعني تداول تطبيق في الجوال فممكن من خلال هذا التطبيق يعني التعامل في المشتريات يعني بما يعادل يعني القيمة بما يعادلها من ذهب فكرتها قد تكون ثورة في يعني هذا المجال لأنها يعني تحدث لأول مرة وتم يعني الحمد لله يعني ترخيصها من مركز غاطر للمال نعم و يعني أعتقد أنه يعني خلال أيام القادمة إن شاء الله سيكون هناك إن شاء الله يعني ترخيص كامل و يعني ندعوكم يا قناة الريان يعني تجون وتفضلون تخذون فكرة أكبر لأنها فعلا يعني فكرة جديدة مهمة وستتعبر يعني نقلة نوعية في في التعامل هناك أيضا بنك الذهب وهو يعني تقريبا برأس مال حوالي مليار دولار و يعني إن شاء الله خلال الأشهر القادمة إن شاء الله سنحصل على الترخيص وهو يعني سيكون لأول مرة في قطر سيكون هناك يعني صهر للذهب يعني أماكن التخزين للذهب وهذه ستعطي أيضا يعني قوة ورافض للاقتصاد القطري سحي و يعني أيضا ستحدث يعني تغير يعني تغير ونقلة نوعية في هذا المجال بالنسبة لقطر لأنه هناك يعني يعني متوفر في دول أخرى يعني قد يكون أكثر من قطر لكن من الآن وصاعدا إن شاء الله سيكون هناك إن شاء الله وقطر راح تكون مركز في هذا الموجود على مستوى الدهب على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم بإذن الله بعد إن شاء الله كم يجي هذا البنك إن شاء الله بإذن الله دكتور في الختام دلنا نتحدث عن جارب مهم وهو استعانة البنك بالكفاءات القطرية التي عملت على مستوى طويل ربما في قطاع التمويل والطاقة خلال الفترة الماضية هو يعني حاليا هناك اللجنة اللجنة التأسيسية للبنك يرأسها لخالد سويدي وهو مصرفي وعضوية الدكتور جابر المري يعني خبره كان مدير قطر للبترول أيضا عندك الهيئة الاستشارية للبنك هم حاليا رئيس رأس الدكتور جابر المري والأخ فيصل السويدي والمهندس عبد العز دليمي وهم أسماء لها ثقلها في مجال الطاقة والغاز فهذه من الكفاءات التي ستعطي ثقل للبنك وتعطي زخم للفكرة بحد ذاتها لاحقا بالتأكيد يعني كعمل إداري سيكون هناك إن شاء الله فرصة للقطريين حسب التخصص وحسب المجال المتاح إن شاء الله نعم أتمنى لكم التوفيق الدكتور محمد محمد صالح المري رئيس اللجنة إعلامية لبنك الطاقة شكرا لتواجدك معنا في برنامج اقتصاد وأنتمنى لكم التوفيق في الفترة القادمة لإطلاق وبدء العمل بشكل رسمي في بنك الطاقة اللي راح يكون مقره قطر إن شاء الله شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في نهاية حلقتنا نتمنى أن نكون نقدم لكم معلومات مفيدة من خلال برنامجكم الأسبوعي اقتصاد شكرا على حسن المتابعة اليوم في برنامجنا تحدثنا عن موضوعي مهمين هي جزيرة الطيفان الشمالية اللي راح تكون مشروع سياحي استثماري كبير بإذن الله سيرى النور قريبا في بلادنا قطر والفغرة الثانية تحدثنا عن بنك الطاقة والإضافة الكبيرة والضخمة اللي راح يضيفها للقطاع المالي في بلادنا قطاعات حيوية قطاعات مهمة الكل يعمل بجد واجتهاد لتطوير وتنمية اقتصادنا الوطني في مختلف المجالات وبالتأكيد الوصول إلى رؤيتنا الوطنية 2030 شكرا على حسن المتابعة ونلقاكم على خير في حلقات قادمة من برنامج اقتصاد شكرا مع السلام اشتركوا في القناة